تقدم نواب القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية بشكواً للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي مندل بليت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانياهو بعد تصريحاته التحريضية ضد النواب والأحزاب العربية في الكنيست وتضمنت الشكوى اتهاماً لتانياهو لمنافسه بن جانس وكتلة المركز بأنها تسند ائتلافها بنواب إسلاميين متشددين قاصداً بذلك نواب القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية وأحزاب أخرى بالإضافة إلى اتهام الأحزاب العربية بأنها تريد إبادة دولة إسرائيل وجاء في الطلب المقدم للمستشار القضائي الإسرائيلي أن نيتانياهو تجرد من مسؤولياته الرسمية كرئيس للحكومة وتجاوز كافة الخطوط من أجل الفوز بهذه الانتخابات حيث أنه استخدم نفس الأسلوب في الانتخابات السابقة ضد المواطنين العرب اشتركوا في القناة